أخبار المغرب والعالم في المختصر أهلاً المغرب يعلن اكتشاف أول حالة إصابة من المتحور أوميكو أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لكورونا لدى مواطنة مغربية بمدينة الضار البيضاء ووفقاً للتحريات التي تم القيام بها فإن هذا المتحور غير وافد ويقطن بمدينة الضار البيضاء وناتج عن تحور في نفس المدينة مما يستدعي التعامل معه بحظر اللجنة العلمية تدعو إلى التشديد بسبب المتحور الجديد دعت اللجنة العلمية المغربية إلى تشديد إجراءات المراقبة والرصد وتتبع الحالات وذلك عقب تسجيل أول حالة من أوميكو وأكدت أن الحالات التي سيتم رصدها من أوميكو ستخدع للعزل الكامل بالمستشفيات مع متابعة المخالطين لها وتتبعهم بشكل دقيق السلطات المغربية تنهر حالة العالقين قررت السلطات المغربية إنهاء العمل يوم الخميس المقبل بالإجراء الذي سابق واتخذته لتمكين المواطنين المغاربة العالقين بالخارج من العودة إلى المملكة اللجنة بين الوزارية للتنصيق وتتبع جائحة كوفيد-19 أفادت أن هذا القرار يأتي إطراً انتشار الواسع لمتحور أوميكو على مستوى العالم السلطات الأمنية تعتقل متورطين في السطو على 160 مليون اعتقلت الشرطة القضائية في مدينة طنجة بتنصيق مع المديري العام لمراقبة التراب الوطني ثلاثة متورطين في حادث سطو على 160 مليون من شاحنة برينكس بمنطقة رياض تطوان في عاصمة البغاز عملية السطو حدثت قبل أيام من طرف جانحين قبل أن يفروا من مكان الحادث بسيارة خفيفة وزارة الصحة تربط ضعف الإقبال على الجرعة الثالثة بانتشار الإشاعة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيد طالب أرجع ضعف إقبال المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا المسجد إلى الإشاعات والأخبار الزائفة ألمانيا تتوعد المناهدين للتلقيه تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف سولتش بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة أقلية المناهدين للقاحات كوفيد-19 نهاية المختصر لمزيد من المعلومات والأخبار تابعوا منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء